السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزنك معدن متميز إذ خلافاً للمعادن الأخرى فهو يؤثر على الجسم كله فتجده يساهم في بناء العضلات ونمو الشعر والتآم الجروح وأيضاً تقوية الجهاز المناعي ولكن للأسف فحسب المنظمة العالمية للصحة فنقص الزنك يعاني منه أغلب سكان البلدان ذات الدخل المحدود مما يجعل إمكانية استهلاك الأغذية المحتوية عليه بوفرة أمراً صعباً أما في حالة البلدان الغنية فما يجعل هذا العوز منتشراً فهو بكل بساطة عادات الأكل غير الصحية مما يستوجب تناول أنواع معينة من الأغذية الغنية به لسد الخصاص والمتمثلة فيما يلي 10- الشوفان يعتبر دقيق الشوفان من الخيارات الغذائية الصحية التي يمكنك إدراجها من وجباتك اليومية فبالإضافة إلى العناصر الغذائية التي يحتوي عليها فهو يعد مصدراً جيداً للزنك فكوب واحد منه يحتوي على ما يقارب ثلاثة ميلي غرام من الزنك وهذه الكمية تغطي 27% من القيمة اليومية الموصبها 9- الشوكولات الداكنة أظهرت عدة أبحاث أن الشوكولات الداكنة التي تحتوي على 90% من الكاكاو تحتوي على 3.5 ميلي غرام من الزنك لكل مئة غرام منها وهي كمية تقارب الثلاثون في المئة من القيمة اليومية الموصبها للزنك 8- الخبز الكامل يقدم الخبز الكامل عدداً لا حصر له من الفوائد الصحية فهو غني بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن بصفة عامة وفيما يخص الزنك فشريحة واحدة من الخبز تقدم ما نسبته 5% من إجمالي الاحتياجات اليومية 7- جوز الكاجو يعتبر جوز الكاجو أحد البذور الزيتية الغنية بالزنك بالإضافة إلى عناصر غذائية أخرى فمئة غرام من هذا الجوز يحتوي على ما يقالب 5.6 ميلي غرام من الزنك ويغطي بذلك نصف القيمة اليومية تقريباً 6- رشيم القمح يحتوي رشيم القمح المعروف بإسم جنين القمح على مكونات غذائية مهمة للصحة فمئة غرام من الرشيم تحتوي على 7 ميلي غرام من الزنك وتكفي ملعقة كبيرة منه لتغطي 14% من الاحتياجات اليومية كما يسهل إضافة إلى الأطباق اليومية من خضار وصلطات وغيرها 5- القطاني إن القطاني من قبيل الحمص والعدس والفول إحدى أهم مصادر الزنك فالعدس المطبوخ يحتوي على ما نسبته 11% من القيمة اليومية بينما 100 غرام من الفصولياء السوداء تغطي 18% من الاحتياجات اليومية لنفس المعدن لكن الاستفادة من هذه الفوائد يجب نقعها أو تسخينها جيداً من أجل توفير المعدن بشكل أفضل في ظل تواجد حمض الفيتيك الذي يعيق امتصاصها من طرف الجسم 4- منتجات الألبان في الحقيقة تمثل منتجات الألبان مصدراً مهماً للزنك فعلى سبيل المثال تسد 100 غرام من جبنة الشيدر ما يقارب 28% من الاحتياجات اليومية للزنك في حين يكفي كوب واحد من الحليب كامل الدسم لسداد 9% من القيمة اليومية لنفس المعدن 3- لحم البقر كباقي اللحوم الحمراء فإن لحم البقر يعد مصدراً جيداً لمعدن الزنك فمئة غرام منه يحتوي على ما يقارب 3 ملغرام من الزنك كما أن امتصاص هذا الأخير من طرف الجسم يكون سهلاً مقارنة بالقطاني 2- كبد العجل يتواجد الزنك بكمية وفيلة في كبد العجل فمئة غرام من هذا الأخير يحتوي على 9 ملغرام من المعدن المتميز مما يجعل كبد العجل من بين أفضل مصادر الزنك 1- المحار يعتبر المحار أكثر مصدر حالي غني بالزنك فهو يحتوي على 16 ملغرام من هذا المعدن الفريد لكل مئة غرام منه فضلاً عن كون الزنك المتوفر لديه سهل الامتصاص من طرف الجسم ختاماً لحلقتنا فيجب التذكير بضرورة استشارة أخصائي حال تشكك بتواجد عوازن للزنك في جسمك وأيضاً إدراج بعض الأطعمة الغنية منه شريطة عدم الإفراط فيها هكذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا أدعوك عزيزي المشاهدة إلى الاشتراك وتفعيل الجرس وأيضاً ترك تعليقك القيمة أسفل الفيديو ترجمة نانسي قنقر